حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة المحدق باليمنيين بسبب استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عنها وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات الإغاثة الإنسانية مارتين جريفث خلال جلسة لمجلس الأمن قال إن ما لا يقل عن خمسة ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وما يرافقها من أوبئة وازمات صحية واجتماعية أكثر من عشرين مليون إنسان في اليمن يحتاجون مساعدة إنسانية وحماية هذا الرقم هو نحو ثلثي السكان وهو رقم مروع نحو خمسة ملايين إنسان على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة والأمراض التي ترافقها وعشرة ملايين آخرين يقفون وراءهم مباشرة دعت تسافرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جريفيلد دعت السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين إلى القيام بخطوات عملية لإيصال الوقود لليمنيين وتوزيعه بأسعار معقولة وقالت جريفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن إن على أطراف النزاع في اليمن التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل على حل سياسي الولايات المتحدة تحث السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين على اتخاذ خطوات لضمان استيراد الوقود وتوزيعه على اليمنيين بسعر عادل نحث مجددا كل الأطراف على مضاعفة الجهود بهدف تطبيق الاتفاق وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن بحيث يمكنها استئنف الخدمات الأساسية واتخاذ خطوات لتحسين الاستقرار الاقتصادي للمزيد يضم غرينا من صنع مرسلنا نبيل اليوسفي نبيل تحذيرات أممية من خطر المجاعة ودعوات أيضا لإيصال البنزين إلى البواطنين اليمنيين كيف هو المشهد هناك نبيل جمال بالنسبة للمعاناة الإنسانية فهي على أشدها وتتفاقم يوما بعد آخر خصوصا مع استمرار القتال في جبهة محافظة مأرب وأكثر من خمسين جبهة قتالية في مختلف مناطق اليمن حتى اللحظة الوضع الإنساني يتأذن بالنسبة للنازحين تحديدا الذين يعانون مأساة إنسانية في ظل استمرار الحرب واستمرار مسلسل النزوح هذا من جهة بالإضافة إلى أن الكثير من المناطق المحاصرة التي لا يصل إليها الطعام نتيجة الاشتباكات هذه تعتبر معاناة أخرى نهيت عن عدم وصول المشتقات النفطية إلى كثير من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله العوتين أو حكومة صنعاء والتي زادت من الوضع تأزيما وتعقيدا في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده البلاد منذ سبع سنوات الآن المعارك لا زالت على أشدها تحديدا في محافظة مأرب بالتزاون مع طيران التحالف الذي شن أكثر من خمسة عشر غار خلال الساعات القليلة الماضية على محافظة مأرب نهيك عن غارتين على محافظة صعدة لكن الوضع الإنساني يزداد تأزما مع قلة المساعدة التي تصل إلى اليمنيين استمرار الحرب وتوسعها في رقعات مختلفة انسداد أفق السلام كل هذه زادت المعاناة الإنسانية في مياه الشرب تحديدا في الطعام بالإضافة إلى بقية الأشياء الأخرى التي يحتاجها اليمنيون نهيك عن الدواء إغلاق مطار صنعاء زادت طين أو طين المأساة بلة كذلك الحصار على ميناء محافظة الحديدة كل هذه الأشياء زادت المعاناة الإنسانية في اليمن وتفاقمت المعاناة الإنسانية بشكل أكبر بالإضافة إلى مسرسل النازحين حيث أكدت الأمم المتحدة بأن اليمن يعاد رابع دولة في العالم من حيث النازحين والذين يتجاوز تعدادهم أربعة ملايين كل هذه معاناة إنسانية ولكن حتى اللحظة لا يوجد أفق سياسي أو حل يمكن أن يقف أو يضع حدا لهذه المعاناة التي تتأذم والتي تأثر فيها الأطفال أولا من المجاعة الذين يموتون من المجاعة نهيك عن تأثر كذلك الصغار والكبار على حد سواء في مختلف تناطق اليمن وتحذيرات أممية نتبعها مع نبيل بي صعب يرضم إلينا الآن من نيويورك نبيل يعني غريفث وجه تحذيرات وحذر من خطر المجاعة ولكن هل الأمم المتحدة تكتفي بهذه التحذيرات هل هي قادرة على اتخاذ خطوات أخرى عملية غير المناشدة بالفعل المشهد من نيويورك لا يختلف عن ما وصفه الزميل من اليمن إذ أن الأمم المتحدة في هذه المرحلة تنتظر تسلم المبعوث الأمم الجديد السويدي هانس كرينبورغ لمهامه خلفا لمارتين غريفث من الواضح أنه لم يقدم حتى الآن تصورا حول الخطوات الأولى التي سوف ينطلق بها لاستكمال وساطة الأمم المتحدة في اليمن ولكن من الواضح أيضا من أجواء جلسة مجلس الأمن أن هناك استعصاء على كافة الصعود السياسية وهو ما دفع بمعظم المتحدثين في جلسة اليوم جمال للتركيز على ربما المسائل التي يمكن وصفها بالثانوية أو التي تأخذ المرتبة الثانية من الأولوية على المستوى الدولي خصوصا ما يتعلق منها بتسهيل وصول البضائع الأساسية والوقود إلى اليمن ولكن أيضا توزيعها داخل اليمن ومن الواضح أن الأمم المتحدة لديها هاجس كبير في هذا الشأن توزيع المواد داخل اليمن ولذلك رأينا أن جريفث مثلا أعاد التذكير بالنقاط الأربع التي تتضمن فتح مرافئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي خصوصا أمام الحالات المرضية أو الذين يحتاجون عناية طبية وأيضا الاتفاق على دخول الوقود والمواد الأساسية عبر الموانئ وتوزيعه داخل البلاد هو أشار إلى هذه النقاط ولكن أيضا سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومن بينهم الدول الخمس الدائمة العضوية شددوا على هذه النقاط أيضا استمعنا إلى السفيرة الأمريكية التي دعت السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين إلى التوافق على اتخاذ إجراءات تخفف الضائقة الاقتصادية أو الكارثة الاقتصادية وما أجمع عليه العديد من المتحدثين في الجلسة هناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بسعر صرف العملة اليمنية التي وفق تقديرات الأمم المتحدة شهدت انخفاضا كبيرا وهناك التفاوت قد يصل إلى نحو 50% في سعر صرف العملة أو التداول بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية وهو أمر أيضا يفاقم من المعالجات الاقتصادية التي تتعلق بدعم القدرة الشرائية للعائلات ولليمنيين عموما إذ أن الغذاء متوفر وفق ما أكد أكثر من مسؤول هنا ولكن ليس هناك من قدرة شرائية لليمنيين على شراء هذه المواد المدعية نبيل أبي صعب نيويورك وأيضا نبيل اليوسف من صنعاء شكرا لكم